أشرف اليوم رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي على أشغال الاجتماع الطارئ للترويك الرئاسية ولجنة فلسطين باتحاد مجالس الدول الأعظام في منظمة التعاون الإسلامي حيث دعى بوغالي بالمناسبة إلى ضرورة الخروج بقرارات فعلية لنصرة القضية ووقف العدوان الصهيوني والانتهاكات الهمجية لمقدسات المسلمين تجب يفرض علينا كبرلمانات للدول الإسلامية وممثلين للشعوب أمام هذه الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها إخواننا وتتعرض لها مقدساتنا أن تكون لنا وقفة لنبرز رؤيتنا ودورنا في التصدي لهذا العدوان فعلينا اليوم أن نخرج من هذا الاجتماع بموقف يبعث برسائل واضحة للمستعمر والمجموعة الدولية ويؤازر إخواننا الفلسطينيين باسم الاتحاد آمنا أن يكون هذا اللقاء بداية لخطوات عملية ومنموسة تترجم تضامن الشعوب الإسلامية مع أشقائنا الفلسطينيين وأن تعمم مخاجاته على كل الاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر